أكد مدير عام مستشفى أبو سنبل بأسوان محمد أبو الوفا تواصل تقديم الخدمات الطبية للوافدين من السودان وأضاف أبو الوفا خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه تم استدعاء عدد من التخصصات الطبية مع زيادة أعداد الوافدين لمنع التكدس بالمستشفى ولتقديم خدمات أفضل سواء لأهالي أسوان أو الوافدين طاقة المستشفى أو نسبة الإشغال في المستشفى الحمد لله بتغطي عدد السكان فتغلبنا على الوضع في الأزمة ونسبة الإشغال كانت على قدر المستطاع يعني ما كانش فيه الحمد لله تكدسات كبيرة من الحالات وحتى الآيام اللي كان فيها عدد حالات كبيرة والفترة الأولى اللي كانت موجودة كنا نتعامل مع الأزمة بزيادة الطاقة الاستعابية اللي موجودة في قسم الاستئبال والطاقة الاستعابية اللي موجودة في القسم الدخلي والعمليات وده طبعا كان ساعدنا فيه كتير ورفع وزيادة الكادر الطبية اللي احنا زودناها يعني تقريبا احنا ضعيفنا كل التخصصات الطبية اللي هي اللي خاصة بالجراحات واللي خاصة بالتخصصات الطبية العجلة والحرجة ضعيفنا العدد فيها والاقسام اللي هي خاصة كذلك برضو التمريد فده ساعد معنا كتير خالص